اشتركوا في القناة اذ هناك اخ يقول بانه طرح عليكم سؤال هل الجزائر بلد مسلم فاجبتم بلا وان الجزائر بلد خليط كما يدعي ان لديه شاهد على اجابتكم ومستعد لمقابلتكم نرجو من فضيلتكم الرد طيب هذا المدعي والشاهد مرحبا بهم عندي انغديهم وانعشيهم وانبيتهم ويشهد كل واحد منهم على ما قال وأنا اشهد الله وملائكته اني واذا من الامور الانسان يعرفها عن نفسه وما ليش نقول هذا دفاعا عن نفسي نقول هذا ردا لهذا الكذب والباطل الذي تنبني عليه امور بعد ذلك يعني احنا ولله الحمد والمنى هذه الامور اخذناها عن كبار علمائنا في هذا الزمان ولقنون هذه العقيدة وعلمون اياها وكان هذا التعليم سببا لعصمتنا في مثل هذه المسائل من كل هذه الضلالات التي انتشرت بعد هذا الوقت لانه العهد بمحاضرة في سطيف قديم جدا يعني ربما يكون قبل خمستاشر سنة لاني اذكر هذا الامر وحد الوقت سطيفية كانوا ناشطين في هذا الباب الان اصبحوا ناشطين في امور اخرى الله يهدينا ويهديهم ويصلح حالنا وحالنا فهذا محض كذب وافترى وليس من عقيدة اهل السنة مثل هذا اننا نكفر او اننا ندعي ان البلد الاسلامي الذي نعيش تحت سمائه ونطأ ارضه ونصلي في مساجده ونجتمع مع اهله على الخير وعلى العبادة وعلى الصلاح ندعي انه بلد خليط خليط بماذا يا عدو نفسه خليط بماذا عندنا اليهود والنصارى وعندنا الحمد لله نعتقد الاعتقاد الجازم اننا في البلد المسلم الذي تقام فيه شعائر الدين والذي يعبد فيه المسلم الجزائري ربه تبارك وتعالى وهو مرفوع الرأس لا يجد من يمنعه ولا من يضطهده ولله الحمد والمنى وولات الامر فينا يتعاونون مع رعيتهم على هذا الامر ويسعون في تثبيت هذا الامر والمحافظة على دين هذه الامة في بلدها هذا مع وجود هؤلاء المشاغبين والفتانين من العلمانيين او من غيرهم من اعداء هذه الامة المبثوثين فينا ولكن هؤلاء لن يضرون باذن ربنا تبارك وتعالى بشيء لان الله جل وعلا غالب على امره فنسأل الله عز وجل ان يهدي هؤلاء وانا كما قلت اعيد هذا الاخ السائل يكلم هذا الدعي المفتري لاني اجزم انه مفتري اذا ادعى انه سمع ممكن شافني في المنام في رؤيا يجيوني بزاف اخوي يقول لي شفتك في المنام واحد يقول لي اعتمرت معاك واحد حجيت معاك واحد سمعتك تدرس واحد سمعتك تدارب فهذا اذا في المنام الله اعلم قد يكون قد يكون في المنام الشيطان تمثل بي وقال له كذا وكذا اما في اليقظة يأتينا معليش ويجيب الشاهد معاه وكل شعليا حتى التذكرة يجيب الطيارة نخلصه الطيارة هيا يكون في حل ونطلب من الاخ اللي جاء السؤال يسمع له الصوتية يكون في حل فقط ويمشي في هذا الموضوع الى نهايته وفي الحقيقة هذه الطريقة التي نخرص بها افواه كل داعي وكذاب وفتان يقول شيء قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين انا ما زلت حي ولله الحمد والمنى وراني موجود وما زلت بعقلي وضابط اموري ولله الحمد يأتي هذا ظادي الحمد